في فرقتنا كتير جدا 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 في بعض المواقف في بداية الموسم وفي نص الموسم وفي دور المجموعات ولكن ربنا كبير ربنا كبير وربنا نصرنا على كل المشككين الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي كبير الكرة المصرية زعيم القارة الافريقية وحيفضل كده إلى ما شاء الله عايز أتكلم بقى في ملف مهم جدا 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 ملف التحكيم آخر استوديو يمكن إحنا شفنا في آخر مباراة خطأ قانوني كارثي يعني ألف به تحكيم ما يقعش فيه حتى حكم مبتدئ وعلى فكرة لما ناس كتير قابلتني بعد جده بتقول لي أنت عدت تقولي الحكم ومش الحكم طب شوفي اللاين زي مان المفروض ما يقع ماشي أخطأ بس مين في الملعب مين القائد مين الحكم المباراة أصلا الحكم الرئيسي إزاي تعدي عليه دي ده أنا أصلا وأنا ويعني أي حد في المكان دوت كحكم لازم أركز وكرة دي مش محتاجة تركيز أصلا يعني ما كانش فيها قلق دي ركلة مرمى شاطها الشناوي عدت نص الملعب من غير محد يلمسها من غير محد يلمسها خالص وبصينا مرة واحدة اللاين زي مان ماشي اللاين زي مان أخطأ أنا دوري فين كحكم أنا فين تركيزي كحكم لا طبعا الحكم مسئول مسئولية مسئولية كاملة بالنسبة لي أنا مسئولية كاملة هو لو مركز حيقول له نزل إلعب اللعب كمل فيش مشاكل لو مركز إنما الحكم نفسه ما كانش مركز يعني خطأ ما يقعش فيه يعني مش حكم ناشتين حكم مبتدى طيب كمان للستوديو الفتاة أنا علقت على بعض الأخطاء التحكمية في بطولة كاس مصر كويس طيب وقلت حتى ساعتها هل الأخطاء دي متعمدة يعني عايزين البطولة تروح لنادي معين خصوصا إن كل الأخطاء قد في صالح النادي ده طيب هنقف هنا شوية ونتكلم برضو على حاجة معينة أنا استغربت بمناسبة يعني الأخطاء التحكمية بس أنا جاءت باري دلوقتي إن أحد اللاعبين الخدامة اللي أنا بعتز بإن أنا زميلته في الملاعب خلينا بس نبص على الكواليس طبعا شايفين لعبة النادي الأهلي في فندق الإقامة وبصوا فيه ابتسامة ابتسامة ثقة وطبعا ابتسامة الثقة بالنفس دي جاية جاية نتيجة نتيجة مواصلة الانتصارات نتيجة المسيرة النكحة نتيجة البطولات اللي اتحققت السنادي نتيجة نتيجة إنك بتطلع من مكسب تروح على مكسب وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تستمر والدوم بإذن الله رب العالمين بس غالين سريعا بس قبل ما كمل في الأخطاءة التحكمية أحد الزملاء اللي أنا يعني تشرفت باللعب معه كنا مع بعض في منتخب مصر كنا مع بعض في كس العالم كنا مع بعض الأندية البطولات الإفريقية مع المنتخب فأنا بس التصريح استغربت منه شوي التصريح كان بيقول إن هو في الفترة فريق بتاعهم أو الفريق بتاع الزميل ده بيطلع العيبة ناشئين وإن هم عملوا فريق اسمه فريق الأمل هم عملوا فريق النادي ده عملوا فريق اسمه فريق الأمل وفريق الأمل ده خلاص بيبتدوا يطلعوا منه بعض الناشئين عشان يبقى إن شاء الله الناشئين دول تحط رجليها في الملعب تبقى في الفريق الأول ده كلام المسؤول قالك احنا بعد ما عملنا كده بإسبوع النادي المنافس خد مننا الفكرة وقال إن احنا ايه هنعمل فريق أمل طيب هو لما يكون في نادي ونادي منافس معنى النادي المنافس ايه معنى النادي المنافس إن أنا أنا باخد بطولات أنا البطل وفي نادي منافس معايا أولا المنافس شايف معدومة تقدر تقول ايه ما برضو عشان برضو ما كونش أنا قاسي شوية لا بالأرقام منقول بالأرقام انت تيجي في المركز التاني المفضل تيجي في المركز التاني المفضل ليك مفيش حاجة اسمها منافسة والأرقام بعيدة جدا 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 عن بعض طيب دي أول حاجة يعني بالتالي انت ممكن تكون تقصد منافس ثاني أكيد مش الكبير أكيد بتقصد الأقل مش الأكبر والأعزم هذه أول نقطة بالنسبة لي طيب تاني نقطة قالك بعد أسبوع لما قلنا نعمل فريق أمل ويبدو أنه يجهل التاريخ قالك المنافس المنافس اللي هو على كلامه هو أصدق النادي الأهلي الكبير العظيم ابتدى يفكر في موضوع الفريق الأمل طيب على فكرة التاريخ بيقول إيه إن النادي الأهلي النادي الأهلي في بداية السبعينيات هو اللي فكر يبتدي يعمل حاجة اسمها فريق الأمل وفريق الأمل ده كان مطاعم ببعض اللاعبين اللي أنا بقى بقول لحضراتكم عليهم كانوا مميزين جدا 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 ولعبوا بعد كده في فريق النادي الأهلي الفريق الأول وكان فيه كابتن سبط البطل وكابتن من أول فريق في مصر عمل فريق الأمل النادي الأهلي في بداية السبعينيات كان كابتن محمود الجهري رحمة الله عليه كابتن أحمد ماهر رحمة الله عليه دكتور كابتن مفتي إبراهيم رحمة الله عليه دول اللي ابتدوا فريق الأمل مع النادي الأهلي النادي الأهلي بيدي درس قديمة قوي 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 بس فيه كتير بيجهلوا التاريخ بيجهله التاريخ سواء بقى عن قصد أو عن عمد أو ما يعرفوش فدي حاجة يعني مش عايز ان انا اقول ايه ديعيب فيهم ولكن النادي الاهلي طول عمره بيدي دروس طول عمره هو الرائد الرائد بس هو بيبعز يعلم بس زي ما بيقوله تعلم في مين علم فيلم تبلم يعني محدش هيتعلم محدش هيتعلم المهم نكمل بقى في الاخطاء التحكمية الاخطاء التحكمية شفناها الماتش اللي فات مستمر نفس النادي نفس النادي بطولة اخرى بطولة الدورة وتدخل غريب جدا 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 من غرفة الفار تدخل خاطئ كبير جدا جدا لما بيدخل في لمس كرة او عدم لمس كرة في دربة حرة غير مباشرة انت ملاكش دعوة بدي مش شغلتك مش من ضمن البروتوكول بتاعة الفار المشكلة ان الكرة جي منها جول ماشي انت ملاكش دعوة انت شغلتك كفار ملاكش علاقة بالجول ده او ملاكش علاقة بالواقعة دي طب وبعدين هنفضل كده حد امتا طب التحكيم هيفضل بنفس السيناريو ده احنا كل ماتش نشوف كوارث سواء عن عم او عن ايه اقول عن جهل يعني عدم تركيز مش فاهم طب هو طب هو